موسيقى اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنابي موسيقى هنغاريا توقع اتفاقية مع جازبروم لزيادة كمية الغاز المستورد من روسيا وجازبروم تعليق الضخة عبر خط السيل الشمالي واحد ثلاثة ايام الاحتلال الاسرائيلي يفاقم ازمة الكهرباء في قطاع غزة وتبعاتها تطال اوجها الحياة كافة موسيقى نقل مليون برميل من الخام اليمني بنحو غير قانوني من ميناء النشيمة بقيمة تفوق التسعة مليارات دولار موسيقى اهلا بكم تستمر هنغاريا في التحليق خارج السرب الاوروبي فقد وقعت اليوم اتفاقية مع شركة جازبروم الروسية لتوريد خمسة ملايين وسبعمائة الف متر مكعب اضافية من الغاز يوميا اعتبارا من الاول من ايلول سبتمبر وكانت هنغاريا قد انتقدت مرارا الحظر الذي تفرضه الدول الاوروبية على روسيا وقالت ان استمرار استيراد الغاز حاجة حيوية لكل الدول واكدت الخارجية الهنغارية في وقت سابق ان شحنات الغاز الطبيعي والنفط الخام تصل يوميا من روسيا الى هنغاريا وفقا للعقود المبرمة ومن دون اي انقطاع من ناحية اخرى اوقفت روسيا ضخ الغاز الى اوروبا عبر خط انبيب السيل الشمالي واحد لمدة ثلاثة ايام بدءا من يوم امس وكانت جازبروم قد اوضحت في وقت سابق ان الهدف من ذلك هو اجراء اعمال الصيانة في محطة ضغط بشمال المانيا يتم تصدير الغاز منها الى دول اوروبية اخرى وفور دخول هذا القرار حيز التنفيذ قفز سعر الغاز في اوروبا بنسبة 5% اذا ارتفعت اسعار العقود الاجلة للغاز في اوروبا بنسبة 5% وتخطط ال2900 دولار لكل 1000 متر مكعب وخط انبيب السيل الشمالي واحد هو طريق امداد الغاز الرئيسي من روسيا الى اوروبا ويمر عبر الاراضي الاوكرانية لكنه يعمل حاليا بنسبة 20% فقط من طاقته بسبب قرار شركة طاقة الحكومية في روسيا خفض كميات الغاز المصدرة الى بعض الدول الاوروبية الى قطاع غزة حيث تستمر المعاناة مع تفاقم ازمة الكهرباء التي تؤثر في اوجه الحياة المختلفة في غزة التفاصيل في تقرير احمد غانم هذه محطة توليد الطاقة المركزية في القطاع هي عنوان متجدد لازمة الكهرباء ولسيما في ظل تحكم الاحتلال في كميات الوقود اللازمة لتشغيلها ما يتسبب بتراجع انتاجها من الطاقة تراجع يؤثر في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية منها التي يمثل وصول التيار ركنا اساسيا لاستمرار عملها وانتاجها انقطاع الطيار الكهربائي يؤدي الى تكبد اصحاب المصانع تكلفة زائدة لانه في حال انقطاع الطيار الكهربائي سيتم هناك بديل اما كهرباء ما يطلق عليها بكهرباء مولدات الشوارع او بالمولدات الموجودة في داخل القطاع الصناعي وهذا يؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج وترفض اسرائيل منذ سنوات زيادة كمية الطاقة الواردة الى غزة التي تقدر بمئة وثمانين ميجاوات كما يمثل منع ادخال المواد اللازمة لصيانة شبكات التوزيع المحلية المهترئة بفعل الاستهدافات المتكررة اسبابا اضافية لازمة الكهرباء حل ازمة الكهرباء بشكل جذري يحتاج الى تقريبا 450 او 500 ميجاوات لجلب الكهرباء على مدار الساعة في قطاع غزة المتوفر من هذه الكمية حاليا هو 170 ميجاوات تقريبا والطلب على الطاقة يصل الى 400 او 450 ميجاوات ويواصل الاحتلال عرقلة تنفيذ اي مشاريع استراتيجية لانهاء ازمة الكهرباء في غزة التي يضطر سكانها الى اللجوء لخيارات بديلة اكثر كلفة وعبا عليهم يعني معاناة مش معاناة خنقة ففي ظل هذا الشوب والحرارة هذه يعني في ناس حرام والله العظيم بامره في منطقة معسكر شاطئ بلاقي المرة وولادها وجوزها قاعدين في الشارع في الممر لانه الاسبست حرارة وفيش عندهم كهرباء لشغله مروح وفضلا عن البحث عن مصادر بديلة عن الاحتلال لتزويد غزة بالطاقة يمثل انهاء الحصار مدخلا لانهاء الازمة التي تطال تأثيراتها عصب المؤسسات الانسانية والصحية احمد غنم غزة الميادين افاد مراسل الميادين بان خدمة الانترنت في لبنان انقطعت في عدد من المناطق بينها مدينة صيدة وصور في الجنوب واشتكس ذباء لدى شركتي الخلوي المشغلتين في لبنان من ترد الخدمة في مختلف المناطق بينما اوضحت مصادر مطلعة ان السبب يعود الى نفاذ المزوت وعدم امكانية تشغيل مولدات الكهرباء اللازمة لمحطات البث ومحطات توزيع الخدمات قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليمز ان الفيدرالي الامريكي سيرفع معدلات الفائدة بما يكفي لخفض تضخم ثم سيحتاج الى ابقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام المقبل واضاف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الارجح الى رفع معدل الفائدة الرئيسي فوق الثلاثة بفاصل خمسة في المئة وذلك لتحقيق توازن افضل بين الطلب والعرض لكن الامر سيستغرق بعض الوقت افادت وكالة سبأ اليمنية بوصول سفينة الى ميناء النشيمة في محافظة الشبوة بهدف نقل الخام اليمني بنحو غير قانوني وبحسب وكالة سبأ فان السفينة اتي من ميناء صيني وتنقل نحو او سوف تنقل نحو مليون برميل من الخام بقيمة لا تقل عن ثمانية وتسعين مليون دولار ويشهد ميناء النشيمة دوريا عمليات نقل غير قانونية للخام ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة تقدر بمليارات دولارات هذا واكد وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء احمد دارس ان التحالف السعودي والموالين له زادوا من كمية انتاج النفط الخام مؤخرا ليصل الى واحد وتسعين مليون ومائة وخمسين الف برميل يوميا بما يزيد عن مليونين وسبعمائة الف برميل شهريا واشار الوزير الى ان حكومة صنعاء قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة كافة في حال تسلمت القطاع النفطي والغازي واودعت اراداته في البنك المركزي بصنعاء ولفت دارس الى ان اجمالي المنهوب من النفط الخام منذ عام 2018 وحتى تموز جوليو المنصرم بلغ مائة وثلاثين مليون برميل بقيمة تتجاوز تسعة مليارات دولار اصدرت محكمة عمان الابتدائية قرارا بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمصر في سوسيت جنغال لتلبية لطلب مستعجل من رجل الاعمال الاردني طلال ابو غزالة وكان ابو غزالة قد تقدم بطلب لاسترداد ودائعه في بيك سوسيت جنغال لبنان وقيمتها 40 مليون دولار اضافة الى الفوائد المستحقة عليها والتي امتنع البنك عن تسديدها حتى الان ارتفع التضخم في منطقة اليورو في ابو غسطس الى اعلى مستوى في تاريخه متجاوزا التوقعات وبلغ تسعة في المائة بفاصل واحد ارتفاعا من ثمانية في المائة بفاصل تسعة في تموز يوليو الماضي هذا الارتفاع المضطرد يزيد من الاعباء على المستهلكين والشركات ويزيد احتمال ان يلجأ البنك المركزي الاوروبي الى رفع اسعار الفائدة مرة جديدة حتى قبل ان تبلغ الاسعار ذروتها نهاية هذا العام وفي اكبر اقتصاد اوروبي في المانيا ارتفع معدل التضخم على اساس سنوي الى سبعة بفاصل تسعة في المائة اما على اساس شهري فارتفع التضخم بين تموز يوليو واب اغسطس بنسبة صفر بفاصل ثلاثة في المائة من جراء ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وفي اسبانيا تراجع التضخم على اساس شهري خلافا لما يحدث عالميا وذلك المرة الاولى في اربعة اشهر وتراجع مؤشر اسعار المستهلكين صفرا بفاصل اربعة في المائة بين تموز يوليو واب اغسطس وبلغ عشر بفاصل ثلاثة في المائة بفضل انخفاض تكليف الوقود غير انه يبقى مرتفعا قياسا الى ما كان عليه قبل عام الى المغرب حيث اتفقت الحكومة المغربية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة عشر في المائة في الصناعة والتجارة والمهن الحرة بدءا من يوم الخميس لمواجهة غلاء المعيشة القرار اتخذ في نيسان ابريل الماضي ليتناسب مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات بعدما وصل تضخم في المغرب الى مستوى قياسي ويبلغ صافي الحد الادنى للاجور في الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة مئتين وخمسين دولارا ازمة تضخم في تركيا لم تؤثر على النمو الاقتصادي التركي بفضل الارتفاع في الانفاق الاستهلكي والسياحة الاذان يدفعان النمو في تركيا الى ان يكون من بين الاسرع في مجموعة العشرين واستفدت انقرة من القروض المعطات بفوائد منخفضة من قبل المصارف ما اعطى لاقتصاد انتعاشة قوية حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي 800 مليار دولار سنويا ما ادى الى توسعه الستة في المئة كل ثلاثة اشهر تعتزم الامم المتحدة جمع تبرعات لباكستان قيمتها 160 مليون دولار لتمويل المساعدات الطارئة لمواجهة الفيضانات التي غطت ثلثة مساحة البلاد وكان وزير التخطيط الباكستاني قد صرح بان بلاده بحاجة الى اكثر من عشرة مليارات دولار لاصلاح واعمار ما دمرته الفيضانات من مساكن وطرقات وجسور واماكن اثرية كشف مسؤول في يزارة المالية الافغانية ان الحكومة مدينة بمليار واربعمائة مليون دولار لدول اجنبية ومؤسسات مالية كبرى وكانت كابل قد سددت مستحقات بنحو ستة ملايين دولار للبنك الدولي وصندوق النقد بحسب ما ذكرت وكالة خاما بريس الافغانية للانباء كشف موقع ذا فيرج ان شركة سناب ستقوم بتسريح نحو الف موظف بنسبة عشرين في المئة من قوتها العاملة ويأتي ذلك بعدما مرت شركة سناب بعام صعب ولسيما في الربع الثاني حيث تراجعت الايرادات والارباح بنسبة خمسة وعشرين في المئة بسبب ضعف سوق الاعلان عبر الانترنت وتقليص الشركات التجارية للإعلانات الرقمية بسبب ضعف الاقتصاد والاستهلاك بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زور موقعنا الميادين دولار نت بلغاته الإنجليزية والإسبانية وطبعا العربية شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة